شكوى إلى الله تعالى وأمام القضاء العراقي ضد السيد علي السستاني بسبب تعطيله إقامة صلاة الجمعة في العراق بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته شكوى أمام القضاء العراقي وإلى الله تعالى ضد السيد علي السستاني بسبب تعطيله إقامة صلاة الجمعة في العراق أنا العبد الفقير أحمد الكاتب أتقدم بشكوى أمام الله تعالى والقضاء العراقي ضد ما يسمى بالمرجع الديني لأنه ما حدنا في الإسلام شيء اسم مرجع ديني ما يسمى ضد ما يسمى بالمرجع الديني السيد علي السستاني الذي يدعي أنه أحلم العلماء ونائب الإمام المهدي والحاكم الشرعي وولي أمر المسلمين والذي يهيمنه على الشؤون الدينية في المجتمع المسلم الشيعي في العراق وبالتبع يدير العتبات المقدسة ويأمر وينهى فيما يتعلق بإقامة المراسم الدينية المقدسة شوفون كل أول شهر طلع بيان أنه يا بصار هل الهلال اليوم مثلا هل الهلال محرم هل الهلال رمضان هل الهلال ذي الحجة ومن الشؤون الدينية والمراسم الدينية طبعا صلاة الجمعة والجماعة وتعيين الوكلاء هنا وهناك الشيخ عبد المهد الكربلائي والسيد أحمد الصحفي في كربلاء وسبب الشكوى هو تقاعسه عن القيام بفريضة إقامة صلاة الجمعة في كربلاء وفي وسائر المدن الشيائية في العراق خلافا لأمر الله تعالى الصريح بوجوب إقامتها في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ركضوا يعني وذروا البيع أزلوا ذكانكينكم محلاتكم وتركوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال بها آية صريحة ولكن لماذا السيد السستاني لا يعمل بها بدون أي أذر خالفها بدون أي أذر وقد كان السستاني قد أمر من قبل بإقامة صلاة الجمعة في كربلاء قبل أن يعطلها بسبب جائحة كورونا لمدة سنتين تقريبا ولكنه لم يعد إلى الأمر بها بعد انتهاء الأسباب الصحية وقد خرج وكيله الكربلاء مبررا عدم العودة إلى إقامة الصلاة بحجة عدم سماع السياسيين لنصائح السستاني في خطب الجمعة وهذا أذر أكبح من ذنب حيث لا يوجد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ولا في تراث أهل البيت بند يتضمن النصائح السياسية في الصلاة كما لا يوجد بند آخر بتعطيل الصلاة إذا لم يستمع السياسيون وقادة الأحزاب إلى نصائح المرجع أو إمام الصلاة بالرغم من وضوح الأمر بوجوب إقامة صلاة الجمعة لأموم المسلمين وشوفوا المسلمين كل مكان يصلون صلاة الجمعة عبر التاريخ وعدم اشتراطها بإذن أحد سواء كان إماما سياسيا سلطانا خليفة رئيسا حاكما أو إماما معصوما أو مرجعا دينيا ما في شرط أن صلاة الجمعة يجب أن نأخذ إذن أحد فيها حتى يقول الله تعالى إذا نودية للصلاة بس تسمعون واحد يصلي دم أدني للصلاة روح يصلوا بصيقة المجهول نودية منادى مثلا كما فسرها بعض المشايخ بأنه نادى يعني مقصود به الإمام هو الله يقول نودية لم يقل إذا نادى الإمام للصلاة مثلا روح يصلوا هذه الصيغة تنطبق على أي مناد فإن السيد السستاني الذي نصب نفسه مرجعا دينيا وادعى الفقه والأعلامية بدون دليل طبعا يترك القرآن الكريم ويتشبث بشبهة واهية متأخرة هي عدم وجوب الصلاة بصورة عينية يقول هو في حسن فتوى أن الصلاة الجمعة واجبة ولكنها مخيرة بين الظهر وبين الصلاة يعني صارت مواجبة عينا إلا بإذن الإمام المفترض الغائب محمد بن حسن العسكري إذا أجي يقول لروح صلي عدوا روح يصلي أو اضطى أمر بصلاةها أو إذن نائبه الخاص كما يقولون وهذا ما لم يقوله هذا الإمام على فرض وجوده الإمام الثاني عشر لم يقول أنت لا تصلون إلا تأخذون إذن من عندي ولا أي إمام آخر من أهل البيت لم يقول ذلك وإنما أوحى به الشيطان لبعض المتفيقهين في التاريخ في القدر الخامس الهجري لم يكن قبل ذلك الشيعة لم يكن يعرفون هذا الشرط وكانوا يصلون صلاة عادية وكان الشيخ الطوسي الذي يسمى شيخ الطائفة يصلي صلاة الجمعة في مسجد براثة حتى تاريخ 451 الهجرة عندما جاء السلاجقة وضربوا البوهيين وأحرقوا مكتب الشيخ وهاجر إلى النجف والصلاة عطلت منذ ذلك الحين ولكن هذا الشرط الدخيل والمتوهم أصبح كأنه آية من القرآن الكريم مستهدين ألف سنة واحد بعد آخر يقلدون السابقين وعلى أي حال فإن هذه الشبهة نفسها نشأت من شبهة أخرى هي الإيمان بوجود إمام معصوم معين من قبل الله منذ 1200 عاما وبعدها لا يزال على كيد الحياة ولكنه غائب هذه الشبهة أيضا أسطورة يعني مم فقط شبهة خرافة أسطورة شيء تخيل بالدين خرب الدين بالتالي هذه الشبهة خربت الدين وهذا الإمام الغائب لا يقوم بأي مهمة من المهام التي أمره الله به شنو الشغل الإمام؟ هذه قامت الصلاوات هو لا يصلي ولا يقيم الصلاة ولا يأمر بها والمراجع اللي يدعون هم النيابة العامة عنه أيضا يحطلون هذا الركن الإبادي وهو أساسا هذا الإمام الغائب لا وجود له ولم يولد قط باعتراف الإمام الحسن العسكري الذي نفى وجود ولدي له في حياته أمام القضاء وأمام الملأ من الناس يا أمب يا عالم ترى أنا ما عندي ولد أموالي كلها تروح لأمي بعديا وأوصى بأموالي إلى أمه ولم يكن الاعتقاد بوجود ابن الله إلا فرضية فلسفية خيالية مضادة للأدلة الشرعية الظاهرية والعقل والدين شنو الكلام هذا واحد صار لـ 1200 سنة غايب ومختفي وما يطلع وما يسأل أي شغل وذولة جماعة اللي يدعون لألم والاجتهاد لم يجتهدوا في هذه القضية ولم يبحثوا فيها كالسستاني السستاني الذي يدعي الفقه والاجتهاد لم يبحث في أصل عقيدته في وجود الإمام الغائب اسألوا شنو دليلك ما يعرف أو نظرية الإمام الإلهية أن الله حين أئم معصومين هذا أيضا نظرية أهل البيت لم يعرفوها ونفوها عن أنفسهم ولكن السستاني قلد من سبقه من مشايخ الطائفة هو مقلد وليس بمجتهد ينتحن صفة الاجتهاد هو مجتهد هو مقلد قلد من سبقه من مشايخ الطائفة الذين أسسوا المذهب الـ 12 في القرن الرابع الهجري قبل ألف عام كالشيخ الكليني والصدوق والمفيد والطوسي هؤلاء الذين أسسوا المذهب الـ 12 الذي قام على فرضية وجود ولد للإمام العسكري بعد مئة سنة من أفاته ومع ذلك يدعي السستاني أنه مشتهد وأنه أعلم الفقهاء وأنه نائب الإمام الغائب وأنه الحاكم الشرعي وأنه ولي أمر المسلمين وكل هذه صفات ومناصب يعني مدعات ومنتحلة ما يجوز لإجائها الكلام على كل ذلك بدون أي حق شرعي ولا مستندي من الكتاب والسنة وأنه بذلك ينتحل صفة دينية لم يجعلها الله الله ما جعل أدنى صفة اسمها المرجعية الدينية ولم يجعله شخصيا هو فيها هو منصف في هذه المنصف لقد قامت المرجعية الدينية على عدة أساطير وبدأ ما أنزل الله بها من سلطان وأصبحت في النهاية مرجعية ضد الدين مو مرجعية دينية مرجعية مضادة للدين وضد القرآن الكريم وبذلك استولت على المساجد وحطلت إقامة صلوات الجمعة في العراق منذ مئات السنين والآن ما هو المبرر في تعطيل الصلاة هل تنتظر أدنى من الماء الميدي حتى يعطيك حتى تصل صلاة واجبة؟ ولذلك نطلب من القضاء العراقي رفع يد السستانية عن المساجد وعن العتبات المقدسة والسماح للمؤمنين بإقامة صلاة الجمعة بحرية وكذلك رفع يد وكيله في العتبة الحسينية الشيخ عبد المهد الكربلائي الذي يحتل العتبة بصورة غير شرائية يعني إذا قال لك السستاني أنت وكيلي ما تصر أنت وكيل شرائي مهي من على المسجد وما تصلي صلاة الجمعة بإمكانك أنت تصلي لا تحتاج إذن من السستاني يا شيخ عبد المهد الكربلائي أقيم الصلاة كما كنت تقيمها من قبل حتى تؤدي هذا الواجب سواء أن السستاني يقل لك صلي أو يكلي صلي ما إلى حق يمنعك ما إلى حق يمنعك ولا يمنع أي واحد من أداء الصلاة ونأمل أن يوكع المؤمنون على هذه العريضة وينشروها ويقدموها إلى القضاء العادل في العراق أو يقدموه حتى للسستاني يعني يعيد النظر في موقفه هذا نطلب منه أن باعتباره هو يحتل في المركز وعنده في المنصب هو طبعا قد يكون الرجل يعني مريض جدا ولا يتابع الأمور إنما ابنه ابنه لا يؤمن بالصلاة هو سيمرجع في مكان أبيه قدموا هذه العريضة وهذا الكلام وهذه الشكوى إلى الله تعالى وإلى القضاء وإلى المؤمنين أنه يا مؤمنون كل العالم الإسلامي يصلي صلاة الجمعة حتى في في الهند وفي بريطانيا وفي أمريكا وفي كل مكان بالدول المسيحية والبودية والهندوسية حتى في الصين والناس يصالون صلاة المسلمون يصالون صلاة الجمعة ما يحتاجون إذن أحد إلا في كربلاء وفي العتبات المقدسة وفي ظل مرجعية ما يسمى المرجع السستاني هذا كله مو صحيح هذا كله لأنه تراكم الفساد والانحراف وتراكم البدع والخرافات هذه أدت إلى الابتعاد عن شرع الله تعالى وعن الدين المفروض في من يسمي أن نفسه مرجعا دينيا أو عالما أو شيخا أن يبادر إلى تنفيذ أحكام الله وأوامره ومنها صلاة الجمعة لا أنه يقول لا لا صلوا لا صلوا صلاة مواجه أي منطق هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر